السلام عليكم أخواتي كيدايرين إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نظرنا واحدة الجولة واحدة ديال واحدة منهار ومشينا يعني منهار وغداليها مكان يتواجد واحدة ساعة تلساعة جوسفايا على موريال المكان اسميته لكبرون ومسبر متواجدين في موريال يقدروا يمشي ولو هذه البلاسة رائعة جدا وجغفه في الطبيعة والغابة والماء يعني تقضيو فيه النهار سوين ومتندموش عليه ويمتاجه هنا في الصباح ومشينا كما تشاهدون ورحنا قربنا نوصله هو أوتان وفيه ريستو وفيه سبا وفيه يعني فيه كل شيء هذا الشيء اللي كان نشوفه ده ديال يعني النواحي ديال ديال القرياء والوثيل وصلنا له الطبيعة ما نقول لكم مش طبيعة رائعة رائعة والهدوء التام بالنسبة لي محب الهدوء هذا هو المكان اللي إذا مشيت له ما تندموش عليه مكان رائع الهدوء والراحة التام وكتشوفو غير الخضراء والماء والجبال جغف وستطلع هذا الرسطو هذا الموثيل سميتو لك بغوم كيتواجد على واحد بين ساعتين حتى ساعة ونصف باش توصلوا له على يعني من بعد مورياه هذا هو الوتيل هذه القرية اللي قريبة على ذاك الوتيل قرية صغيرة كازوينو ترجمة نانسي قنقر هذا هو الوتيل الوتيل كات اتوال زوين انا عجبني في سبا وفيها كما تشاهدوا المناظر يعني تكون انتم تكونوا في الوتيل كاتشاهدوا هاد المناظر رعلا تحلوا الصرجم كاتش الصرجم كاتطلع على هاد المناظر الزوينة الرائعة بغتو تديروا الكاياك بغتو تديروا بغتو تجري وبغتو تمشى وبغتو يعني كلها غفوس الطبيعة هنا لك بسين كبير وعريض والي شازع للجهة هذا هو الوتيل كيديروا فيه تلع الحفلات والاعرس اللي غي يكريه ببور انسواغي ولا واحد منهار ولا كيديروا فيه الاعرس واحد جدا واسع بسيط الاسم كيف يكريه انا شوارد الان لطب انا شوارد الان لطب واسع وحنا استمتعنا بالفلاشية درنا العافية دوزنا نهارة ليلة مخيرة إحدى الطابعة وليسين إحدىنا وداري العافية المنسبة اللي بايدخل لما تشاهدوا تعطي الألوان هذا هو الاسم الألوان كما تشاهدون هنا كثرة طوال اسم الألوان هنا كنا نهبطه على تلك الهبطة الثالثة كان هذا الألوان وفيه تاني دارين مناظر دارين فيه ديشاز في انتقل سيفين هنا هذا المنظر يطل على كي يطل على البلاك دي احنا شدينا هنا واحدة سويت وفيه الصباح احذرنا الفوتور دي انه مع المساء تاني كنا طلعنا الفوق وكنا نشاهدوا الغروب الغروب تالشمس وانا اضير الروعة يعني اللي يبغي الراحة النفسية كي يدوى هنا والوتيل كان عامر يعني الناس كاي يجيوا واللي يمشي يمشي وثاني يجيوا يجيوا بزاف الناس كاي هذا الوتيل احنا بحينا ناخده الغروب الغروب دوزنا يوم رابع الوتيل جاء على طرف الطريق هنا تشاهدوا الطبيعة والجيب الكيب يعني غابعت غابعت بالنسبة للمتواجهين في موريا يقدروا يمشي ولو يديروا لكبهم ويعطيهم الأدرس ويقدروا يمشي ويدوزوا فيها أنا مشيت لوفا في الصيف إن شاء الله لبنما شي نهاري مشي ولوفا في الشتاء يعني كل وقت عنده عنده جمال الصيف جمال الخريف الخريف يكون رائع رائع بالأوراق حاليا وتالك يجي يجي الشتاء هذا البحر يتجمد يجيب هنا هنا ليشية المونكوزة كانوا يدخلوا ويجريوا على ذاك البط ويضحكونه كانت يجي البطة على الطرف اللاك ويجريوا عليها يدخلوا ويجريوا عليها حتى ذاك موسيقى 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 أفضل ويجريوا بحل تمام موسيقى في تضبيعنا أنظر ما موسيقى سيدي المنزل سيدي المنزل سيدي المنزل يدير الخريجة. يعني سيكوريتار تقليجي لديها الكو. يمشي ماكشي واحد يكون. يمشي غارق غارق. يجب ان يجب ان يتحرك في المناطر الزوين الرائعة. الهدوء التاني كما قلت لكم. يجب ان يرتاح نهار. يجب ان يرتاح نهار. يجب ان يرتاح نهار. يجب ان يرتاح نهار. اخواتي لا تنسوا شرحنا على نهاية. لا تنسوا شرحنا. لا تنسوا شرحنا. لا تنسوا شرحنا لايك. اشتركوا الفيديو وان شاء الله. اشتركوا معكم فيديو هاد اخرين. وبالنسبة اللي يكونوا في موريال. نتمنى يشوفوا هالفيديو ويمشي ودروا هاد الخريجة. يعني خريجة زوينة رائعة. ونخليكم مع هاد النهاية. ان شاء الله الفيديو جديد ومع السلام. اشتركوا في القناة.